أقل من 1500 جنيه في الشهر أنا لا يمكن أقبل ومين بس اللي حيرضى يشغلك بالمبلغ ده؟ أنا لازم حلق الشركات أجنبية بتبحث عن الكفاءات يا سامير بقالك ثلاث سنين بتدور على الشركات دي؟ يا حبيبتي الوظائف كتير بس أنا شخصيا لا أسمح وكرمتي لا يمكن تسمح أني أقبل بوظيفة أقل من 1500 جنيه في الشهر يا سلام يا سامير لو يجي لك جواب القوى العاملة؟ عاملة؟ عاملة تتجن انت عشان أبط 35 جنيه وأدفع 50 جنيه ضرائب يا سلام ما كل خرجين الجامعة بيقبضوا 35 جنيه ويدفعوا 50 جنيه ضرائب لا 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 أنا أنا واحد تاني أنا أنا شخصيا ربنا خلقني الطاقة جوهنمية عقلي جوا ده كومبيوتر دينامو طب وحتفضل مستني لحد إمتى؟ مش كتير شوية شوية كله جاي بعد شوية عموما أنا مش حايقس أنا حصبر إذا قدرت انت بقى تصبر أنا مش حقدر طب عامل إيه؟ دبارين؟ والله ما عرفش بقى دي مسئوليتك انت مش مسئوليتي أنا أنا اللي علي عملته رفضت يجي 1200 عريز آخرهم كان سبك متريش قد الدنيا ما عرفش بقى حفظة لارفض لحد إمتى؟ يبقى مفيش غير حل واحد؟ إيه؟ نتجوز مش لما تشتغل وتاخد المهية وتحوش وتجيب الشابكة والمهر والنجف والغسالة والتلاجة والواشنج ماشين وتدور على شقة يا حبيبتي عشان نجيب كل الطلبات اللي انت عايزها نجيب الشقة والنجف والسجاجيد والماشين دي؟ واشنج ماشين والماشين بتاعتك دي يلزمنا عشرين سنة كمان عشان نحوش المهر أسيبك من الأحلام اللي انت عيش فيها والوارد والمش لا لا الدنيا مش كده شوية كده وشوية كفاع يعني عشان نحوش الشقة قدامنا بتاع عشرين سنة كمان قدامنا كمان بتاع خمسين سنة ونكوش أنا وانتي ده بو إيه العمل؟ نتجوز نتجوز ونقعد مع ماما وبابا ونونسهم ونسليهم من عارف؟ ايه؟ يمكن نزهقوا يسيبوا لنا البيت أنا فنان الفنان لازم ينطلق ويعبر ويبدع ويسور على كل ما هو قديم ويقود صورة التجديد بصي بصي لللوحة دي دي بتمثل صراع الإنسان في العصر الآلي شوفي أنا رمزت للإنسان بالنقطة البيضة الصغيرة دي اللون الأحمر هو رمز الضيعة وإيه الشخبطة دي؟ شخبطة دي رمز الصراعات النفسية اللي بتتصرع جوه نفس الإنسان الصراعات دي بتجرد الإنسان من القيم الإنسانية وبتحوله إلى مجرد ترسف آلة بس الناس هتفهم ده؟ لا مش هيفهموه غير بعد عشرات السنين ايه؟ أنا برسم للتاريخ التاريخ هو اللي حينصفني وهيحط لوحاتي جنب لوحات بيكاسو وسلفادور دالي وساعتها ولادنا وولاد ولادنا هيفخروا إن جدهم الأكبر كان العسون يا ريت أشوفي اليوم اللي كل الناس تؤمن بك وبعد قريتك ما ظنش هتشوفيه لأن الرجعية بوازت مخ الناس تصدقي بالله أنا على نحمة بطن بنبالح ألف مبروك يا إكرامي ربينا استجاب لدعاي أنا كنت حط إيدي على قلبي وأنا بلعب لأنني عارف أنك بتفرج علي وأنا كمان كنت حط إيدي على قلبي وأنت بتلعب لأنني كنت خايفة ليجي فيك جن وتكسفني وسط صحابي إكرامي حبيبي وصب سرعة ألف مبروك مبروك يا كابتن من أستاذ عطريس من أكبر مشجعين للنادي وأنا مرتش يفوتني يا أهلا وسهلا أهلا بيك ده غير بقى أنا صديقي من قامة تلمزة أهو حضرتك كنت تلميث آه مال وأنا صغير بسمنا لله بقى هي اللي ضيعتني هي مين دي الكورة وخطبتي قلتلك ده خطبت أنا أسف كابتن أسف العباب اللي انت بتعلق ايه ده يا مديح دي لوحة تجريدية يا مام دي كلها شغبطة دي رسمها فنان عبقري اسمه العسوي أكيد الراجل ده مجنون بالزبط والجنون يبقى أعلى درجات العبقرية يا بنتي حبيبتي فكري في حاجة الفاعل رسمي ايه ده اللي مش جايد عمي أنا عارفة كليات ايه ده اللي بتعلم الرسم اسمها كلية الفنون الجميلة يا ماما ميت مرة حقولك يا شيخة وروحي كده خشي لك مطبخ تعلمي لك حاجة هقولك ايه عمرك ما هتفهمين فاندوخ كان بيحرم نفسه من كل حاجة عشان يرسل فكرتيني اما لحك أكلم ابوكي يجب لنا خوخ وهو جاي سيدة يا ماما اهلا ننسى فاقح حبيبتي اعزاك في كلمتين ضروري ها طب تعالي معايا المطبخ احسن الكورع بتسلق على النار طيب حبيبتي اعملي ايه والنبى منت فالحة اعم وبيشتغل ايه ما بيشتغلش يعني ايه اوه ما استني جواب تعيين القوة العاملة يا ماما تفتكلي يا ابوكي حيوافق على واحد مالوش وظيفة ماما بقى البركة في حضرتك بقى تتحيل عليه شوية كده وهو حيوافق على طول اقوله ايه بس يا صفاق اقوله متقدم لك عريس مالوش وظيفة لا يا ماما مالوش وظيفة ازاي ده ده ما بتخرج من كلية التجارة بدرجة مقبول جدا وبعدين احنا حبنا بعض بقى وحبنا بعض يا لهوي انت عايزان اقول لابوكي كلام فرق زي ده ده كان يقتالك ويقتاله يا ماما الزمن دلوقتي بقى غير الزمن وانا من حق اختار شريك حياتي وانت مش يرديكي ان انا اكون سعيدة وخلاص طبعا يا حبيبتي خلاص بقى يا ماما انا انا حبيت ساميرو وهو حبني ونقنا بعض وخلاص يا صفاق بس انا حقول لابوكي ايه يوه يا ماما بقى البركة فيكي ادلاها عليه شوية او عمرو مرا فضلك طلب فيب فيب احلي ماركي يا ماما الاحلي لبز زمالك تلاتة سافر سمحامي اه يا كريم مبروك يا حج مبروك علي ايه هتبقى جد جد؟ مين المجرمة لعملك كده؟ هلازم قتلها؟ لازم اشرب من دمها؟ ليه بس يا حج؟ انا مبقيتش شايف يا كريمة مهد الشر عليك يا حج؟ هعيش طول عمري حاطة وشك في الارض ما عاش يا اخويا اللي يخلي وشك في الارض هقول الناس ايه؟ بقت جد؟ مهو انت لازم هتبقى جد امه ليه؟ البنات كبرت يا حج وبكرا يجيلهم ولاد الحلال يخلفوا صبيان وبنات يقولوا لك يا جده لما اتجوزها بقى جد لكن جد من غير جوازي بقى فضيحها مهو انت لو توافق على العريس اللي المتقدم لصفاء كلها تسعة تشهر وحتبقى جد عريس صفاء السلام عليكم فضل فضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا هو سيادتك اخس؟ مين؟ كمان اطرج لا 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 يا فنم بس اصلي مرتبك وخجلان عشان